اشتركوا في القناة التجريبي واللغات وهنعرف يعني ايه مهام ادائية والموضوع سهل جدا وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورق نكتب فيهم منذاكر منهم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة المهام الادائية ده امتحان هنمتحنوا اولادنا زمن الامتحان ده هو حصتين في اثناء اليوم الدراسي والامتحان ده بيقيس مستوى فهم الطالب واستيعابه للمادة وبيقيس نواتج التعلم كمان في خمس نمازج الوزارة منزلاهم على بنك المعرفة خاص بكل مادة طبعا ده بالنسبة للترم الاول والترم التاني هينزل خمس نمازج تانين ان شاء الله واحنا هنحل النمازج ده مع بعضه فبالتالي الامتحان مش هيخرج منها المدرس بتاعنا في المدرسة او التيتشر بتاعنا هيحمل اللمازج ده وهيدينا نموذج منهم نحله مع بعض في الكلس روم فبالتالي هتلاقي الامتحان مش خارج عن النموذج من النمازج ده هنمتحن النمازج الادائية ده مرة في الترم الاول ومرة في الترم التاني فالموضوع سهل جدا ان شاء الله مش عايزين نقل اخالص اول حاجة المعايير بتاع الامتحان ده هو زي ما قولنا بيستغرق حصتين دراسيتين متتاليتين المعلم بيشرف على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة بتاعته وطبعا المعلمين بيقوموا بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسالة اليهم زي ما قولنا بنمتحنها مرة واحدة في الترم الاول وفي الترم التاني برضو مرة واحدة وبيتم توزيع درجات المهام كالقاتي المهم الموضوع بتاع المهام ده المهم فيه ان هي عليها 35 درجة من 100 درجة خاصة بالطالب فهي مهمة جدا وبسيطة جدا في نفس الوقت بمجرد ان انت بتستلم الورقة بتاعت الامتحان في الكلاسروم بتكتب اسمك بتاخد 5 درجات اول ما بتستلم الورقة بتاعت الامتحان وبتكتب اسمك كده بتاخد 5 درجات التنظيم بتاعة الورقة وان انت تعمل تنظيم في الاجابة بتاعتك بتاخد عليهم 5 درجات تانيين فدول 10 درجات هيكونوا في جيبك بعد كده التصحيح بيبقى عليه 25 درجة زي ما قلنا الامتحان هيكون عليه 35 درجة ودي القواعد المحددة بتاعت المهام الادائية حتى الان وطبعا هي عبارة عن نشاط عملي بيقوم بيه الطلاب وتكون داخل الكلاسروم او الفصل وهي عبارة عن حصتين الاولى لشرح المعلم والتانية بيقوم الطلاب بتنفيذ ما طلب منهم في الحصة الاولى من المعلم بتاعهم والمهام دي بتبقى عبارة عن رسمة او مخطط او كتابة وبيكون لكل مادة 5 مهام المعلم بيقوم بتحميل هذه المهام لمادته من بنك المعرفة وبعدين بيعرضها على الطلاب وبيديهم واحدة من المهام دي علشان يحلوها زي ما قلنا 5 درجات لان انت تستلم الورقة بس وتكتب اسمك و5 درجات على التخطيط و25 درجة لتنفيذ المهمة باجمالي 35 درجة في النهاية يلا نبدأ مع بعض خليكم معايا ويلا نحل مع بعض المهام الادائية الخاصة بمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طبعا ده اول نموذج اسم الطالب تاريخ اداء المهمة المهمة الادائية رقم 1 هنا بيقول لنا رسم تخطيطي للعمليات التي يقوم بها جهاز الكمبيوتر لمعالجة البيانات بداخله وبعدين بيقول لنا وصف المهمة عزيز الطالب يقوم جهاز الكمبيوتر بتخزين البيانات ومعالجتها واخراجها في صورة معلومات ارسم خطوات عمليات ادخال البيانات ومعالجتها داخل الكمبيوتر حتى تظهر المعلومات على الشاشة لو انت معاك اقلام تلوين في حالة توافر اقلام تلوين يمكنك استخدامها لتوضيح كل عملية هنرسم رسمة جميلة توضح ازاي الكمبيوتر احنا بندخله البيانات وهو بيخزنها وبعدين بيعمل لها عملية معالجة جواه بداخله وبعدين بيخرجها لنا على شاشة العرض ونشوفها قدامنا على الشاشة بتاعة الكمبيوتر فبيقولك هنا يمكنك الاستعانة بكلمات ابتالية نظام تشغيل وحدة المعالجة المركزية ادخال البيانات وشاشة العرض بدينا بوكس كده نرسم فيه العملية دي تعالوا نشوف الاجابة يشكلها عمل ازاي طبعا هنا اول حاجة الكيبورد مثلا اداء من ادوات ادخال البيانات زي ما عرفنا كلنا في الشرح هنرسم كيبورد مثلا ونكتب هنا ادخال البيانات نعمل سهم جميل كده بعدين نعمل هنا نظام التشغيل مثلا الويندوز وبعدين سهم تاني وحدة المعالجة المركزية او السي بي يو او البروسيسور وبعدين اخر حاجة شاشة العرض وطبعا هي الشاشة بتاعة الكمبيوتر ونرسل نفسنا واحنا عادين بنشوف اللي هيطلع لنا على الشاشة طيب المهمة التانية بيقول لنا رسم بياني لنتائج استطلاع الرأي هنعمل رسم بياني في المهمة دي لنتائج استطلاع الرأي بيقول لنا هنا عزيزي الطالب قمت بسؤال زملائك واستطلاع رأيهم عن افضل التطبيقات للتواصل الالكتروني بينهم ووجدت ما يلي 10 من زملائك يفضلون البريد الالكتروني او الايميل 7 من زملائك يفضلون الواتساب وثلاثة من زملائك يفضلون رسائل نصية الاس ام اس استخدم الرسم البياني التالي للتعبير عن النتائج التي توصلت اليها في حالة توافر اقلام تلوين يمكنك استخدامها لتوضيح نتائج استطلاع الرأي هنعمل بور جراف او رسم بياني بالاعمدة وتعالوا نشوف شكله باعمل ازاي هو اعلنا 10 من زملائك يفضلون البريد الالكتروني فهنا في 10 اهم او 10 البريد الالكتروني وقال لنا 7 بيفضلون الواتساب فعملنا بور تاني 7 بيفضلون الواتساب وقال لنا في 3 بيفضلون الرسائل النصية او الاس ام اس هنا 3 بيفضلون الرسائل النصية او الاس ام اس وعملنا الكي بتاع البرغراف او الرسم البياني بالاعمدة البلو او الازرق ده البريد الالكتروني والييلو واللون التاني الأورنج ده اللي هو الواتساب واللون الجري أو الرمادي ده هو الرسائل النصية هو رسائل النصية أو الاس ام اس أما المهمة التالتة فهي اسمها إعداد وكتابة رسالة بريد إلكتروني لزميلك هنا بيقول لنا عزيزي الطالب طلب منك المعلم إعداد بحث حول موضوع ما ورساله عبر البريد الإلكتروني لزميلك إبراهيم قم بكتابة رسالة البريد الإلكتروني لزميلك موضحا ما يلي اسم المرسل إليه to أنوان الرسالة اللي هو الـ subject نص الرسالة المرفقة بالإيميل يمكنك الاستعانة بالشكل التالي شكل الإيميل اللي احنا عارفينه هاي دي شكل الإيميل to هنا للشخص اللي احنا نبعت له الـ subject اللي هو عنوان الإيميل وبعدين هنا الإيميل نفسه أو الرسالة المكتوبة جوه الإيميل نفسه تعالوا نشوف الإجابة يكون شكلها عامل إزاي هنا مثلا هنكتب زي ما هو قال لنا إبراهيم فهنكتب هنا إبراهيم في to وهنكتب هنا الـ subject الحماية من المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت وهنكتب مثلا هنا كم معلومة خاصة بالإنترنت فمثلا ممكن نكتب هنا لتجنب المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت يجب عليك أن أول حاجة ضرورة التواصل والتعامل مع الأشخاص بشكل واقعي وبصورة طبيعية معرفة هوية الأشخاص وتجنب وحجب الأشخاص اللي هو البلوك غير المرغوب فيهم الأشخاص اللي ممكن يديقونا أو يهنونا نعمل لهم بلوك ثالث حاجة معرفة من أرسل رسائل الإلكترونية تجنب ومسح الرسائل المزعجة اللي هي السبام فقد تكون فيروسات تسبب الضرر للجهاز أو تحتوي على إعلانات مزعجة ده مثلا نموذج للبريد الإلكتروني اللي ممكن تبعته لصحبك إبراهيم أو لأي حد تاني طب المهمة الرابعة هي اسمها تصميم شعار لفريق التوعية بمخاطر التنمر بمدرستك وصف المهمة عزيز الطالب طلب منك معلمك تشكيل فريق التوعية بمخاطر التنمر بمدرستك وطلب منك رسم شعار لفريق التوعية بمخاطر التنمر بمدرستك في حالة توافر أقلام تلوين يمكنك استخدامها في رسم الشعار عايزين نعمل شعار لفريق التوعية بمخاطر التنمر بتاع المدرسة بتاعتنا وانت عضو فيه ممكن مثلا الشعار يكون شكله عامل كده على شكل كاف في يد ومكتوب جواه stop 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 وبالتالي هو بيرعبر على انت بتدعو للتوقف عن التنمر انت ممكن تعمل اي شعار تاني الحل سهل جدا والموضوع بسيط جدا واخر مهمة موجودة معنا هي المهمة الادعية رقم 5 تصميم ملصق اعلاني وصف المهمة عزيزي الطالب تقوم الدولة بالعديد من المشروعات المهمة منها ترشيد استهلاك المياه ارسم ملصقا اعلانيا موضحا بعض العبارات او الرسامات لحس زملائك على ترشيد استهلاك المياه عايزين نقولهم يرشدوا استهلاك المياه شوية هنعمل ملصق اعلاني شكله عامل ازاي ممكن ده يكون ملصق الاعلاني بتاعنا ممكن انت تعمل رسم تاني هنا طرق خمق هنا المسلا الملصق موجود مكتوب بواه خمس طرق لترشيد المياه الحفاظ على المياه الآن اصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الصحة ورفاهية الاجيال القادمة من المهمة جدا ان نحافظ عليها وفيما يلي بعض الطرق لترشيد استهلاك المياه اول حاجة مرأبة عداد المياه والبحث عن تسريبات الانبيب تاني حاجة تثبيت الصنابير التي تسهم في ترشيد المياه ما تخليش الصنبور عندنا بايز وبالتالي يصرب المياه وبالتالي ما بقاش فيه ترشيد تالت حاجة اصلاح الصنابير التالفة فقد تهدر طنا من المياه في الشهر الواحد رابع حاجة تثبيت علبة طرد مخصصة للترشيد في كرسي الحمام خامس حاجة وضع اللوحات الارشادية في الحمام والمطبخ للتسكير باهمية توفير المياه طبعا ده مرسق اعلاني معمول بشكل احترافي شوية انت ممكن تعمل حاجة ابسط من كده المهم ان هي يكون شكلها منظم وتكون شكلها كويس وبالتالي الموضوع هيكون سهل خالص انا سايب لكم الخمس نمازج بتوع المهام الادائية بتوع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصفحة بتاعتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك ونمازج الحل بتاعتهم كمان لو حابب ترجع لهم في اي وقت بعد ما تتفرج على الشرح الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم الرابط بتاعهم في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته